منح الرئيس عبدالفتاح السيسي وسامة الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي عبدالله عمر شودة رئيس محكمة النقد السابق المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة السابقة وصرح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي أعرب في هذا الصدد عن خالص تقديره للسادة المستشارين على رهودهم الكبيرة وتفانيهم المقدر في إنفاذ القانون وحماية العدالة